اهلا بكل سلام مشاهدين في كل مكان بتاعونا عبر شاشة قناة النيل الازرق في مسابهاتكم الزيت شنو معانا مشترك نتعرف فيك مرحبا بك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وعنا ابا بكر اببكر عبدالله ادريس كيفك يا ابا بكر والله تمام الحمد الله رب العالمين كل سنة منت طيب انتو طيبين وصحة وسلامة رمضان كريم الله اكرم توصوم وتفضل على خير جمعان ان شاء الله الله لاحل كويسين كلهم كويسين اتا كويس انا ما امات الا والله حبي من جاي هناك تضحك الباصدك شنو كلمني الحياة زعت دار كده الحياة دار الدحقة الحياة ما دار زعل ولا دار اي حاية اتضغط حايم سكر حايمة كل حايمة لكن امر لله اي شاء الله دايما مع الزيت شنو الزيت شنو الزيت كله شعب السوداني كله شعب السوداني يا خيتة لزه زول طيب حازها لك سؤال الزيود بتحت العربات دي بتحت المكنة هاي هل دايما بيكون فيو تجارب وبيخضع للمتابعة وكده ولا لا طوالي بيكون ماشي بينما اتواحد ما اشي كده لكن عندو زمن محدد كده مثلا في خمس ساعر يوم ولا في شري يوم ولا ايضا انه برنامي معينة عليهم انا اتراجع ايك هاي لا طيب الشركات العالمية الزيت ده بيخضع انه لتجارب ولا بس طوالي بينزلوا في السوق لا 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 لازم واحد يجرب يقول والله شركة فلانية زيوتوا كده كده احسن شركة كده زيوته كده ده قمدار تغير يقول لك مثلا في توقس ولا شنو ما عارف ديلك هو يقول لك احسن زيت بس لكن في باقي زيوت كمان يقول لك عربي تكدا ما تغير بالزيت كده يقول لك غير بشركة كده طيب الزول بيكون سايقة العربية مفروض يكون عارف الزيوت بيكون بيعرف زيت ايوا بيعرف يعرف زول السايق ده عارف الزيت أنه الزيتة في عقم الصهر يوم لازم تغير له كم زيتة له يعمل كده يعمل حلال في المكنة ويعمل أي حاجة يعني وفي واحد من تغير له ممكن يعمل 25 يوم تغير ما في عصر ماهو فيه معقول؟ والله في هذا الأداف كلها بالاستبال بتتعزيل ذاته فيه أنواع سمحة فيه أنواع ما سمحة فيه أنواع سمحة؟ أي طيب أنواع السمحة ده اشتريه من وين؟ في اشتريه في الشركات أيوة الشركة ما ممكن يجيب أنواع السدقاء يجبوني من الشركات يجيبون جواليون يجيبون بابرعبيهم يقولوني يا أخي زيه ده سمحة وده كده مثلا داتا القفري فيه الفين وتلات طالب الواحد يشوف الراخل لكنه ما يقول هذا مثلا بـ 25 ده بـ 21 هذا ممكن مشكلة أبو 25 انه هو اسلح للعرب يعني زيود تخضع لتجارب أيوه إن شاء الله أشكرك شكرا جزيلا ورساله أنت طيب أضحك عنك الله أضحك خلي الدنيا حلوة أهلاً من كل سادة المشاهدين في كل مكان نتواصل معكم في موسى أبغادكم الزيت شنو معنا مشترك مرحب بك ندعى الربك السلام عليكم معك عثمان حسن خليل كيفك يا عثمان؟ تمام والله الحمد لله إن شاء الله أنت كوي تمام والله الحمد لله عمضان كريم الله أكرم أزيوت المكنة بتخضع دائماً لتجارب من المصنع ولا بس الزيت ده بيكون ماشي كده طوالي بعددك بيجيبه زيت جديد هي لابد تتخضع لتجارب وفحوصات دائماً دورية متوسط طوالي لأنه بيكون في تغيرات تطورات في الزيت في حياة جديدة بتكتشف كده يعني الزيت لازم يخضع لتجارب وحياة زيت يعني لا ممكن لأقدر الزيت لو ما حصل لتجارب ممكن يفسد يعني حياة كثيرة جداً جداً بزات فيه يخضع لتجارب أيه أكيد طبعاً ودي بتغوي الزيت ولا بتغوي سمعة الشركة ولا لا أول حاجة بتغوي سمعة الشركة بتغوي من سمعة المنتج برضو من أداه في السيارات برضو يعني كل ما زيت تطور كل ما تجاربه بيجاد طيب نحنا ناخدها منك إن شاء الله إجابة ونشوف المختصح يقول شنو رأيك شنو طبعاً مهم جداً إن شركات الزيوت بيكون عندها مراكز بتاع البحث والتطوير مثلاً شركة فوكس عندها تزعى مراكز بتاع البحث والتطوير حول العالم بميزانية ممكن تقدر بـ 54 مليون يورو الغرض منها إنها تواكب التطور الكبير في الماكينات والسيارات والشغل الصناعي برضو نحن نطور في الماكينة بالتأكيد إنه الزيوت القديمة ما حتقدر تشتغل معنا الزيوت تقريباً كان الزمان الماكينات فيها كربريتر كان احتراق بسيط بعشوية خشة تيربو بعشوية خشة الإلكترونيك إنجيكشن اللي هو الحغن الإلكتروني وهسا حالياً خشة GDI اللي هي جازولين دايركت انجيكشن وخشة TGDI اللي هي تيربو جازولين دايركت انجيكشن فالحاجة دي تطور في الماكينة ورفعت من غدرة الماكينة ورفعت من كفاءة الماكينة فبالتالي حيكون غدرة أكبر وبالتالي حيكون في حرارة أعلى ويكون حركة عالة فالزيوت القديمة ما حتشتغل معك لازم تكون في مواصفات جديدة عشان كده جماعة الماكينة الجديدة بتجي بمواصفات جديدة ومن هنا واجب شركات الزيوت إنها تنتج المواصفات الجديدة دي والمتطورة عشان تواكب التطور في صناعة السيارة